يعني أنا شخصياً شايف أكو بوستات عليها تقريباً 300 ألف لايك أو 400 ألف لايك بالتالي هذي يجي إعلانات وتجي مسابقات أكيد أكيد أرقام اللي يرضاكم فأنا أداري دك الشخص لهذه الحالة يعني هذا بحكم أنه مرات إلى قدم نحن نتعجب على هاي الأرقام ممكن يكون إعلامي إلى قدم فهذا عشر آخر مصطح السنة فهذا الناس التابعة تعرفه من زمان والجديد أكيد قدر يخلق النفسه في الطريق يشق طريق يأخذ من خلال هاي الأرقام والتفاعل وتعتمد أكيد يعني وبالتالي هو شنو ينشر شنو محتوى على أساس يأخذ تفاعل مع عدد المحتوى نحن نسمي الهابط اللي هو طلع حشال أحشاتين شوية مثيرات للجدل صعد بي وهذا ما نعتبره صعود لأنه الصعود السريع مثل السقوط السريع قانون الفيزيائي هذا يعتبر محتوى هابط اللي ينشر الطريقة بمأذي أحد هذا مهابط لا مونتقلة كلمة كلمتين يحتي لا كلمات مثيرة للجدل كلمات فهمتك المسيئة المسيئة الخادشة الخادشة يعني بأي طريقة نفسرها احنا هو يتحارش بالمجتمع بطريقة حرشة احنا نسميها يهيج فد مشاعر تخلي هاي الفئة أو هاي ناس تفاعل ويا ومثل النفط يعني بس يحترد يروح تلقى ثاني يوم ترد على العراق كله بس حشي اللي راح يستمر لا أكيد كلهم اختفوا فعلا تحس المتابعين راضين عليك بالأشياء اللي تقدمها المتابع بصورة عامة بصورة حامة ما أقدر أرضي الكل أكيد بس اليوم أنا المحتوى دا أحاول أقدم فائدة لأكبر عدد ممكن من الناس المتابع الشخصي اللي جاعة لك الرار كل شيء يحبني وأنا أحتي عن ثقة وأنا أعرف متابعيني بس بشكل جمع يعني ممكن أنه إحنا شوية لعدنا المتابع العراقي مزاجي صح يعني طلب من عندي شغلة نعم اليوم الريكوست أربعمائة رسالة خمسمائة رسالة إذا ما جاوبته عبال أنا متفرغ وقاعد نقابل عن الإنستغرام وإحنا نرجع للسؤال الأول النرجسية والغرور هم مبال هم هيتي هذا مو غرور نعم اليوم ماكوا واحد يعوف شغله وعمله وكل شيء بحياته حتى بس يجاوب أسئلة أو يتفاعل أنا أقدر أتفاعل بحدود أخلي دارة عمالي تتفاعل بس مو دائما تلقاني فهذا لازم أنه بين فترة وفترة أقولهم أنا أعتذر ماذا أقدر أجاوب كل شيء ممكن تدفهمي يا غرور بس هي يعني عدم مجال قلة مجال أنه أنت لازم تخصص وقت وما حد أدى أحاول وما أخلي أي واحد أعتبر نفسي يعني محل ملابس ما يطلع زبون ضمو راضي علي لازم أتعاطي وهي لازم أساعده